طيب خلونا بقى نتكلم عن بيتسو موسماني الراجل ده الحقيقة يعني يكسب دوري الأبطال اتلاق انتقادات يكسب الدوري اتلاق انتقادات يخسر الدوري اتلاق انتقادات يلعب في كاس الرابطة بالنشيئين ويخسرها اتلاق انتقادات يعني بيكسب بينتقد وبيخسر بينتقد طيب بيتسو موسماني الحقيقة أنا بشوف ان كل مدرب عنده رصيد وكل مدرب عنده أفكار الأفكار دي محتاجة تجارب يا إما تنجح يا إما تفشل بس فيه في النهاية رصيد الرصيد ده هو اللي بيستمد منه القدرة على التجربة بيتسو موسيماني كاسبان اتنين دوري أبطال أفريقيا للأهلي كاسبان اتنين سوبر أفريقيا للأهلي كاسبان برونزيت كاس العلن الأندية للأهلي يعني الراجل عنده بطولات يحققها خلت يبقى عنده رصيد كبير جدا عند النادي الأهلي فمش منطقي ان النهار ده لما يلعب في كاس الرابطة بالنشئين يتوجله انتقاضات وان يا موسيماني انت غلط وبتحرق النشئين يعني بيبقى بصراحة في انتقاضات كأن الراجل ده يعني انا مش بشوف ان هو مدرب مثلا فانت عندك مشكلة ان هو اخذ قرار غلط لا كأنه عائل صغير يعني بحس ساعات ان هو كأنه عائل صغير ومحتاج التوجيه محتاج التوجيه بقى من الجمهور محتاج التوجيه من الاستوديوات التحليلية بس مفيش ثقة كاملة في الراجل يعني كأنك عائل صغير وجيت مثلا مسكته شركة انا بحس الناس كتيرا بتبص الموسيماني البصة دي ان هو يا موسيماني من الاخر كده انت هتمشي لما احنا نقولك تعمل ايه وده طبعا مسصح يعني لما هنيجي نبص يعني انا مش بقارن هنا ما بين الاسماء بس مثلا يعني جوارديولا ما هو احيانا بيبقى عنده افكار التجربة بتنجح التجربة بتفشل لكن هل لما بتفشل يعني مثلا زي بعد انهاء دوري ابطال اوروبا سنة اللي فاتت هل بعد فشلها بتخرج تلاقي ان الانتقادات بتوجه له ان انت مدرب مالت وان انت لازم تسمع كلامنا وان انت هي ماشي معاك كده علشان الاسكواد بتعمل شاستر سيتي في الاسماء وفي الكواليتي ده لا يعني الراجل يا جماعة يعني كل من له طار الاهلي خده يعني يعني خد كل طار الاهلي عند اي فريق الترجل تعالى الوداد تعالى وداد منتيري تعالى منتيري الراجل يعني عامل مطشاك كبيرة جدا انا بشوف ان الموسماني مميز جدا في المباريات الكبيرة الراجل ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي النهاردة هو ورغم ان كل الناس ما كانتش متوقعة النتيجة دي من الاهلي لكن او حتى لو كانت متوقعة لان فعلا احنا بتسعين دقيقة الاهلي اثبت مقولة الاهلي بمن حضر النهاردة الاهلي بمن حضر فعلا لكن في النهاية الاهلي ما كانش قادر يفوز واحد سفر بس كان قادر يفوز اثنين وثلاثة واربعة وفي حاجة تانية انا عايز اقولها وقلتها قبل كده ان الموسماني مستباح اعلاميا علشان هو افريقي لو كان مدرب اوروبي وحق ان الجحات دي كلها ما اعتقدش ما اعتقدش خالص ان هو كان بعد كل تعثر مهما كان التعثر ده مش مهم يعني يعني كسر ربطه مش مهم بس مش يعني حقيقي يعني بيتعرض لانتقادات غريبة جدا وفي اوقات مش مفهومة وطبيعي ان انت دماغك تروح لسكة ان هو لشان الراجل ده شبهنا الراجل ده افريقي زينا فان احنا نيجي عليه يعني بحس ان ده ظالم شوية لمسيماني